موسيقى السلام عليكم ورجعنا لكم في حلقة جديدة وطبعات وبيس ما نادر نسيت رقم الحلقة لا تسأل قبل رقم الحلقة وقبل كل شي كل عام وانتم بخير من العيدين والفايزين عيد ولا غير عيد الكل اللي قال لها اليوم ذبيحة حتى لوبي وزول وقال لهم ذبيح خاصة فيهم حلقة نار الحلقة بوكس يا رجل مطبيعي الحلقة فيها اخراج فيها يعني نختم الانطباع على الحيل الحلقة فيها حقاق وفيها اخراج وفيها رسم ويلا مع السلام خلونا نبدأ طبعا في هذه الحلقة جابونا المشهد على أوتما أوتما البنت وكانت لسه رغمي عليها فهنا لوفي من باب رد الجميل قال لنا باخذها ووديها ووديها للطبيب للطبيب والطبيب يقصد فيها تشبر طبعا ويقول ان شاء الله نحصل خلونا هو بوديها لطبيب المدينة بس ويقول ما حطة ويدفع فلوس لو لقيت اخوياي بناكل وبنتعالج ببلاش لو بس ما لقيتهم بندفع فلوس بس لا تشيلهم أنا أبي أنقذها عندي عندي والكايد والعداء اللي قاعد يصير قال له ما لك شغل عندي 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 فجاه على طول الشايب قال لا ما ينفع تطلع كده شكلك ملفت للأنظار لبسه الكيمون والموقع بس والله بطل يعني جاي عليها الكيمون جاي جاي صراحة الكيمون صراحة ما انتبهت لها في المنقع على بكرا والله ما انتبهت والله بطل لا بطل راسه ما فقدتها ما تغير شيء من شكل لو يعني اسم الناس ساموراي كده والله هذا قلتك بو كيشة بو كيشة أو توديه الكوافير هذا طبعا مثلا احنا مخترعينه الكيشة كيشة ما ينفع لكوافير يعني ما انسى الموضوع ربط شعره ما بطل شعره شعره أبله مذبع يعني لكن جاي مشهد في البداية أنا توقعته يعني تال مشهد يفتس بشيين كوميديا وحقيقة صدمة كوميديا لوفي قال انا مو يلبس الكيمون ويقول ناقصني الدرع والسيف ايه عشان سنصير ايش ساموراي ساموراي كامل مكمل فشاف سيف يلمع شاله خذه والبسه فانا قلتين ان المشهد كوميدي لكن الشبح اللي صار بعدين شخل المشهد يا ابو خليف يصهر مشهد جاد وحقيقة وصادم للواقع انه لوفي بالذات النفاذ الحلقة اساسا يعني سووها اكتب مرة الكاتب اللي تحس بهالة شيء قدامك او موجودة انتبه لها لوفي فالسيف هكذا التنبؤ حق عينه مطبيعي بالضبط فالسيف عطى زي الهالة وكده عطوا اللفة انتباه لوفي لوفي اللي مايفهم في السيوف انتبه انه في موجودها سيفي نادي نادي وفي هالة نرجع الى اللوكتاون اللي يلقى فيها زو السيف ذاك شرح له عن السيف الملعون قال السيف هذا ينادي صاحبه يختار صاحبه فهل معناها هنا السيف كان يصدر هالة ملعونة لوفي عنده قدرة هكي تنبؤ في عيونه مجنونة انتهينا منها طوى هكي تنبؤ في عيونه انه يشوفوا الهالات ويشوف يعني يخب بيته اكس راي فهل لوفي شاف بس هالة السيف الملعونة وخذها ام ان السيف ناداه ولوفي سمعه والله يعد شوف في هذا النقطة ما توضحت يعني في هذا الحلقة هله ناداه بس انا صراحة شخصيا اميل انه يعني ان السيف عنده هالة ولوفي يعني صار من نوع اللي ينتبه حاليا ويقدر يميز الشيء اللي عليه هالة الشيء اللي عنده قوة لانه شفناه يعني في الحلقة انا اكتب مره كذا انتبه حق هالة الشاغلة ايه قد دائم يمزور وشاف اللوحوج ذا لوفي على اطول حالة انتبه ايه شاف بها زو شاف بها باس الهوكن شاف بها اكثر من شاغلة بالهالة العموم يوم اخذ السيف ناداه الشايف قال له هذا اسمه نيداي كوتيتس صانعة احد اسلافي كوتيتس لما ترجعون صانعة ثلاث سيوف الاول والثاني والثارث كلها سيوف ملعونة قبل قتل ابها اهو تنين كوتيتس قتل تنين فلما قتل التنين بسيوف الثلاثة معنى انا كان اول واحد كان سنتوريو وهذا كوتيتس اللي هو جد ابو خشم جده هو اول واحد عندنا لغب ما تبع عليه واول من قتل تنين بثلاث سيوف فلعنت الثلاث سيوف هالي وصاد تلاعن اي شخص يستخدمها من بعدها مما ان السيوف هالي تحتاج شخص معين يحملها وهذا اللي قاله هو شاي بنفسه قاله ترى هذا السيوف ملعون يولدي ما يلعب فيه وقال ان هذا السيوف يعتبر من الواحد وعشرين السيوف مميزة اللي مايعرف في ثلاث انواع من السيوف ثلاث فئات من السيوف الاول اللي هي الخمسين السيوف جيدة خمسين سيوف سيوف مميزة بعدين واحد وعشرين سيوف ممتازة واللي ترى زوروا على فكرة يملك اثنين منهم حاليا من السيف الأبيض اللي يأخذه من كوشينا هي happen و هو اسمه سنداي كوتيدس اللي هو كوتتس الثالث سنداي معناها الثالث كوتتس الثالث هذا من الخمسين سيف كوتتس الثاني زي ما توقع ما جد نظريت أن كوتتس الثاني بصير من الواحد وعشرين سيف بما يعني أنه كوتتس الأول من الاثناش بانضبط فباقي أقوى درجة اللي سيوف الاثناش العظيمة شوفنا منها سيف ميهوك اللي يطلع منها لحد الحين هو سيف ميهوك وهذا اللي خلاص يعني مصرحه خالص طالع قلو لك أن هذا السيف في ميهوك يعتبر من 12 ايه والكاتب صارح في الاس بي اس عن منه ايضا اسمه 12 عن رمح الوايت بيرد وهنا جات في المشهد من بين السيوف المرسومة كان من بينها رمح ايه مو رمح الوايت بيرد بس كان يقول لك يتكلم لك ان الرمح يعتبر من السيوف يعني في هذه الحلقة اودا قاعد يقول لك ترى يعني الرمح يعتبر من السيوف نظريتي نظرية ماجد ان السيف الملعون الثاني بيكون من الواحد عشرين تحققت وصراحة هني تفوق علي فيها ونظريتي ان الرمح من السيوف ان اللي يستخدم الرمح يعتبر سياف ليش ان احنا نفض لغتنا على لغة غيرنا لما نقول سياف او سوردزمن للترجمة الانجليزية سوردزمن يسمون السياف سوردزمن ونقول سياف فخلاص يجيني واحد يقول كيف جاء الرمح الرماح السيوف الخناجر الالات الحادة اللي يسمون التعامل بالالات البيضاء او السلاح السلاح الابيض او السلاح الحاد ايه اخترعت الكاراتي في اليابان اللي تقنيك على استخدام الاسلحة البيضاء والاسلحة الحادة كل الاسلحة الحادة يستخدمون يسمون مبارزين مش سيافين مبارزين بالاسلحة الحادة هذه اللي تكون ترجمة الصحيحة الآن اثبت انه رمح من السيوف في ون بيس اخيرا ايه ام جات في الانيمي هذا الشيء لا يترك لنا اي مجال انا شخصيا ام شفت الحلقة اعتركز عن الموضوع لان انا كنت معترض معه انا احد الاشخاص كنت معترض اعترف والاعتراب بالحق فضيلة محمد صديقي يعجبني ايه فانا اعترف الكاتب الضحة كنت قاعد يقول لي يا ابو خليل اسكت الله انا هناك ترى الرمح اعتبر من السيوف ويعني انه رمح الويت بيت من السيوف الاثناش فخلاص في هذه الحلقة اين ذهب رمح الويت بيت هل اخذت الحكومة نحن شفنا عند قبر موجود هل اخر علمنا فيه ايه خذ شانكس عند قبر الويت بيت هل اخذ احد او لا لا نعلم الحد الحين اخر شيء سابه راح عند قبر الويت بيت الرمح موجود لكن هل تغير الموضوع ما تغير ما ندري اللي صار الحين لوفي اخذ تاما استيقظت في نص الطريق لما حملهم الكلب هذا وانا مستغرب لماذا تعالج جوعها بفاكهتها ترى عندها فاكهة اكل يعني تقدر تأكل الباكهة حقاتها اللي تطعامها الهوان اشوف انا ممكن في هذه النقطة يا محمد اقول لك ان الواحد صعب يقدر يغذى نفسه بنفسه يعني هل ان شفت الكتكوري مرطان يأخذ من نفسه ويقعد يأكل يومجي يغذى لا فهمت الفكرة ممكن ايه لوفي تغذى على الموتي اوكي بس ان هل شفت لوفي كتكوري يأكل منها لا طيب هذا السموذي تعصر الناس هذه فاكهتها تعصر الناس ما شفت تعصرت يده فاهمت فاهمت انك ما تقدر تأكل اجزاء جسمك قانون ممكن من قوانين الفاكهة ممكن قانون الفاكهة بضبط لان هذا ما شفنا صحيح كتكوري ما شفنا يأكل من جسمه سموذي ما تعصر من جسمها والحين اوتاما ما تأكل من جسمها فمعناها انك ما تقدر تأكل اي شيء من انتاج جسمك ما يتوافق معاك يعني انك تأخذ من كتلتك بالضبط فمنطقية جدا الحين اعشكرك انت جوابت سؤال مارا كان محيرني طبعا لما انطلق لوفي جايبين في الجهة الاخرى زورو الاسمه زورو جورو هنا قاعد ياكل يشفر قاعد بخليل يقولي يعني انه بيقابلون بعض اقول له لا ديري في مدينة غير وعن مدينة سالم كان يقول لك هو بان انت ولو محمد السالم فبعدما شارك اوشي في الرسم الهدى الحين في المشهد هذا شوف انا قلت لك مو بس للمشهد من دخل وارك وانو صراحة استوديو تونيميشن مبدع في وان بيس لدرجة لأول مرة من تبعت المانغة الصجة انا متحسلت اني شفتها يعني في ارك بيق مام ابدا ما كنت تنادم شيء في المانغة كنت مستمتها عشوارس المانغة افضل في وانو الامانة وفي هذه الحلقة والحلقة اللي قبلها من دخل وانو الرسم مختلف تماما الاخراج مختلف تماما الرسم الشخصيات يعني حتى هيبة زورو هيبة لوفي انت مضحك يا اخي وهو كده ينحاش بالسيف والشايب يقول له تعال اتروح لا شايب يقول له يعني اعتني بي تاما يقول اف خاف او تاما بوجعلك سالمة او اعتني بالسيف ما وانت صعب عليك صعب عليك حق اسلافي وملاسيم المهمة فالامانة حتى زورو جابو قاعد يصيد الرجاء وقاعد يأكل معانا يعني قبلها مشهد هذا كانوا جايبين اوتاما تقول حق لوفي لانا لوفي شاف كل الحيوانات من دمرشتها يأكلها الخنزينة بيأكلها الديناصوري مشاف شكل غريب يبيأكلها تمساح القمشي يبيأكل كل شيء رجال قالت له لان ذهن سميم ما يصع تاكنهم قال الله حرام شكلهم نذيذ ايه شكلهم نذيذ طبعا هم قاتل الساموي الاقوياء اللي قادرين على صنة الحيوانات اما انضموا لكايدو اصبحوا قطع طرق او مسجنين فما في احد موجود منهم يساعدنا في الصين المشكلة الثانية ان الحيوانات هذي تتغدى على المياه الملوثة فانت راح تتسمم بس لوفي عندهم مضاد للسم صج الناس مكا في عادة البيغمام كانت بتقتله بس يظه الجسم مضاد للسم فيقدر يأكل يقول الله بعدها يكنها عورتني اخي هذا زور بايعها يعني قاعد يأكل اللحم شاو قاعد ياشا اقوله انا قاعد افكر يوال ده مفروض انه اللحم ده مسموه ايه اكيد انه في مدينة ثانية قاعد اقوله اكيد انه مدينة ثانية انا فكر معليم تابع الماقبس والله قصب الله للقاسي كل شيء فاقوله شو انه قاعد يطبغ عين مفروض انه يستج مدينة ثانية حتى اللحص يوم انك قاعد يتاوش مع بسانه بسانه يقوله هل المكان و اقوله اكيد انه يستجحين بالنفس المكان مو ببارع عن نفس المكان لكن زور برضه بهك تنبأ بس ما ولع في عينه زي لوفي يعني يولع بسيط بس مو بزي لوفي انتبه للساكي يوم قال بقيلة الساكي بقصني الساكي بتكمل الحفلة بالنسبة لأخلاص اللحم وكل شيء من المرسمك موجود بقصني الساكي بتكمل حفلتي لكن شاف جنود كايدو يطردون المار طبعا المار واضحة واسمها زي الكوميك اليابانية القديمة واسم التقليدية اللي تشوفونا الأول لو اولحت حلاق ولا سجادة على الأرض تشوفها على المار هذه الياما دست على وجهها ما بقى حفل ما حطوها وطايا هذه وجهها جلست عليه ودست عليه وكلت عليه ومشيت يديني عليه ومشيت يديني عليه كل مكان يعني نفس كمي بيس ودشا لها بسمها وحطها في الانيمي لكن يا ابو خليب انسى المار رسم جنود كايدو الله حق يعني شبناهم شفاهم لبسهم لبس زي ما قلت نطوع باشر لبس العمالقة عمالقة ألبف شفتوا بروغي وشكالتهم بروغي ايه تقريبا بس انه ذيلو حجوم مصغير فقط هذا الفرق بينهم يعني هذا وذيلو عمالقة كبار بس نفس اللبس نفس اللبس وهم ذلك نفس اللبس وذلك عنهم وقالين يطودون على الحيوانات الغريبة وهذه على العموم تدخل زونة التفم تنتيف عشان الساكي انقض المار وقال الكلمة المشهورة قالها كم يعدين قالها غزاو في كثير سألون ايش انه غزاو هي اللي فهمت انها كلمة تشريفية تضيفها في نهاية الجملة من العادات والتقاليد القديمة يعني فهمت؟ ايه يعني كأنها اودة هنا كأنك مسوي مسلس الخليجي بدوي قديم فبتضطها تشيل بعض الكلمات وتحط كلمات حتى لو انها كلمات تخالف العادات والتقاليد اللي عندنا الحين ممكن الوعي الديني ضد الكلمات هذه لكن لانه كانت استخدم في ذلك الزمن فهيضطها والمخش يستخدمها مثل مسلس الخليجي القديم لما يقول لك بلعون انك صادق فكلمة بلعون ما احد يقولها الحين ما لها معنى معنى خلفي لكن مو مقصود لانها تنقال بلعون او لما يجيب لك ثكلتك امك لما يجيب لك مسلس الخليجي فالزوج كنا قال لها ثكلتك بس يعني مقصود ايه الفكرة ما فيها اساسا اودا يعني رسم وانو علنها اليابان يجيبوا من قبل الاربستا هذا كنها جزيرة العرب وحين يجيب لك الوانو ابد تجسيد اليابان لاف اللبس حتى العزف اللي بدأت هذا عزف الياباني كلنا الموسيقى التصويرية الموسيقى يابانية قديمة طريقة تراسم وخطوط التلوين السوداء القديم حتى اليابان الساموات طريقة كلامهم المصطلحات القديمة اللي تضاف في الكلام على فكرة ترى يدقق فيها اودا كثير ايه يدقق فيها كثير حتى لبسهم ترى كان في عربستا ترى ترى جايب اللبس يعني العربي القديم على فكرة يعني لو تذكر لبس العربي القديم كان زي كده نفس اللي يلبسوه حتى ربعنا لو في طاقة موقتها ايه فاودا يدقق في هذا الشغلات كثير يعني فهنا في وانو سواهم وكده هذا اليابان حقية وان بيس زي كده في كلمات تستخدم لما تتكلم عن حقبة معينة ماذا لما تتكلم عن باب الحارة كايمونسكي كان يقولون ترى والله هذه ما ركزت يعني بس الحين زي كثير من بعد كثير انتبهت لها شيف مونسكي وكايمون كلهم ترى كل في نهاية كلامهم كان يقولون ترى كلهم يقولون ترى كلهم يقولون ترى اذا ترجع حقات بتشوفهم قالوها كثير ترى هذا شي خاص في وانا يعني زي ما كدك الدرامة السورية لما يقول لك باطل انو ما تنقالي الحين لكن عشان اجيب لك الحقبة كما كانت لازم احط الكلمات هذا المقصود لما خلى زورو يقولها على المهم زورو ما انتبه لسيف لوفي نهائيا والمصيبة صح ان اقوى اول مواجهة في الحدث والسه ما مشينا انه يكون باصل هوكنز وجيشه ضد زورو و لوفي فقط وعنده سيف غريب جدا لكن باصل هوكنز اكيد واجه لوفي الكاتب ما حي يخلي واجه زورو معنا سياف يعني ما ادى والله ما ادى طبعا بالنسبة لنا زورو ما ينتبه لسيف لوفي طبيعي انت ما شفت الشخص هذا من زمان و جايك بلبس جديد كمان و انت يعني احيان احيان مثلا انا لو ما شفتك يا محمد زمان و انت جاي مغير شي في ستايلك ما راح انتبه لان انا زورو ما شفتك فهمت علي فطول وقت بركز شلونك انا مشتاق لك و زورو ما شفتك شو الاخبار شو الجديد زكذا ما امدا يخذ يعطي معنا طب عليهم باصل هوكنز وايضا زورو مندخل وانو يشوف اسيوف 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 تعوى حالا مانظر اسيوف والسيوف هذي لسه ما اطلق هالتا ولوفي ما اخرجها من غمضة عشان زورو ينتبه ان السيوف مميز فعلا خلاص يعني خلاص هذا والله النهائي ذي قبنتني ابي اشوف شنه رسمة السيوف كيف بتكون شنه هده تفعل زورو نطل نستنى الاسبوع الجاي عشان شوف هده تفعل زور على السيوف عشان شوف القتال هذا انا اتوقع اتوقع ان لوفي بيخلي زورو يتقاتل مع باصل هوكنز عشانه ياخذ لا اختبط على اتومى ي TD المدينه او يعكس لوفي يقول حد أنا قابل باصل هوكنز واندخل اتما وادها المدينة مع ان لوفي اتمنى انك تسوي هشيك انا زورو يضيع ويمضيع ه liquids هيا تبيدوا لك تệtكت اي او انك ناسي iängerquis الله ما اركش لانك حتى لو تركم ما تقول انك حتى انك مؤكس انا اقول مستحيل ان اثنين هم يوجهون باصل هوكنز لان هاد هانة لهم اثنين متطول Brighton's مع pasealt sell house ايهانة ايهانة ما بيها انها تبدأ الحدث فيها فاما زو باسر هوكز مع بعض او لوبي باسر هوكز وميطلقوهم مع بعض او ان ينفضوا القتال قبل ان يصير هاذه الخياء الوحيد اما اثنين على واحد انا افضل جملة وتفصيل انا صراحة ابي اتشوف حلقة السبع الجاية كوي حقي الباقي انا تقول لي ادني انتابعها وياكم شايفها وعارفش اللي صايف بس والله ناسعي هذا الكلام قبل انكن سنة وشوي فما اذكرش اللي صار خلونا نستمتع اسبوع الجاية في اللايف ريكشن ان شاء الله حلقة ريكشن اسبوع هذا لو تأخرت اليوم انكن تنزل لكم بكرة حنا صورناها فبس ما ادي تنزل اليوم بكرة ما اعرف بنحاول الهادي ان شاء الله تنزل لكم اليوم اتمنى احنا وفقنا في هذه الحلقة وانا ذكرنا كل النقاط اللي صارت فيها التساؤل اللي احتاج اجابته من نفسي ومن الكاتب مش منكم يعني اقول عن التساؤل اللي صارت عندي هل السيف نادى لوفي ام لوفي بس شاف هالة السيف وعجب فيه دا اذا السيف نادى لوفي ما اح يخد زوه لو يموت لان السيف لو خده لو ان السيف منادي لوفي وخد زوه بيصير لعنة على زوه بيموت زوه تامنا لان ذاك السيف نادى زوه هذا سيف نادى لوفي ام ان لأ لوفي بس شاف هالة السيف وعجب معنا انه بيصير عن زوه هذا شيء ننتضف للحلقة الجاية بيبين ان شاء الله باذن الله على كل ان كذا كنت وصلنا لنهاية هذه الانطباعة اتمنى لا اعجبكم وفي نهاية قلوا معي سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استقفوك واتوب اليك لا تنسوا الاشتراك بالقناة لايك شير شوفكم على الخير اشهد ان 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 ا